ليلة عبداللطيف تصيب بأخطر توقع زعيم عربي زعيم عربي في خطر الآن وهل سينجو شاهد الأخطر من توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف على قناة الأبيض أهلا بحضراتكم معنا في قناة الأبيض حلقة جديدة من حلقة التوقعات هيتكلم النهاردة عن مجموعة من توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف وأهم توقعاتها العربية والعالمية وأيضا أخطر ما توقعاته وتحقق بالفعل والتوقع المهم اللي حنقوله في آخر حلقتنا بفكرك سريعا أعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الكرس علشان توصلك كل الفيديوهات أول بأول ليلة عبداللطيف بتتوقع أن ثلاث رؤساء عرب أصبحوا اليوم في ذمة الله سوف نشاهد لهم رموز أو مجسمات أو حتى أسماءهم ممكن نشوفها في الشوارع بتمثلهم في بلدهم وقالت أن هؤلاء الرؤساء هم الرئيس العراقي السابق صدام حسين رغم أن في ناس كتيرة معطردة أو حتعترض أنه هيكون في حاجة زي كده لكن ليلة عبداللطيف بتأكد أن يوما ما هيحصل هذا الكلام وأيضا مع رئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس المصري الراحل حسني مبارك خبر صادم ينتشر في حفل زفاف شخصية بارزة سياسية كانت أو فنية لكنها شخصية مشهورة هذا الخبر سوف يحول أخبار الفرح إلى أخبار حزن وعزاء على مشارف عام 2022 سنشهد أزمة علمية قادمة وعدد كبير من الدول سوف يتأثر بها بشكل غير مسبوق بس طبعا هي ما قالتش إيه هي الأزمة دي أجواء قلق ورعب تعيش فيها بعض الدول الأوروبية لفترة وذلك بسبب أحداث حتحصل خلال المراحل القادمة وهي بتقول زي ما تكلمت عن الإرهاب زي زي يضرب دولة عربية وتتأثر بقوة بعض الدول العربية الأخرى ويشعر بهذه الهزات شعب سوريا والأردن ولبنان وفلسطين المحتلة الرئيس مشيل عون سوف يتخذ قبل نهاية عهده قرار يفاجئ الجميع ويكون هذا القرار عفو عام عن بعض السجناء اللبنانيين زوارق الأمن اللبناني تجوب الشواطئ والبحر وذلك لحدث مؤصف تشهده المياه اللبنانية وستشهد بمرحلة مقبلة تقارب دبلوماسيا علني بين أمريكا وسوريا مما سيجعل الساحة السياسية اللبنانية مع بعض القيادات البارزة إلى تبديل مواقفهم من الأزمة السورية ومن الرئيس بشار الأسد وبشكل إيجابي هنشوف وزراء في حكومة رئيس ميقاتي بيزور سوريا ولا أستبعد أن رئيس ميقاتي نفسه يزور سوريا بنفسه في المرحلة القادمة وأتمنى على دولة الرئيس ميقاتي أن ينتبه على صحته وكمان أن يبتعد قدر الإمكان عن الإجهاد والتعب لكن الأهم أن يحتاط على أمنه وسلامته ورئيس ميقاتي سيكون أمام حزمة من القرارات المهمة والحاسمة والجريئة ولأول مرة حيضطر لمواجهة الصعبات في اتخاذ هذه القرارات وهو على سدة مجلس رئاسة الوزراء كما ستؤدي إلى مواجهة رئيس نجيب الميقاتي مع أحد القيادات البارزة وحيقول علي وعلى أعدائي وحتكون القرارات دي لصالح الشعب اللبناني برغم أن في ناس حتكون معترضة على القرارات دي لكن هو شايف أنها حتكون في الصالح وحيعملها برضو بتتوقع ليلة عبداللطيف أن أحد الحكام العرب بيواجه الخطر الشديد وبيتعرض لعملية اغتيال الشارع الجزائري حيشهد ثورة عارمة يرافقها حالات من الفوضى والغضب وده بسبب حادث مؤسف تشهده الجزائر خلال الفترة القادمة بعض الدول العربية حتقوم بوسطات سرية للتقارب من الرئيس السوري بشار الأسد وتلك الوسطات ستظهر لعلن وسنرى وفود سياسية لعدة دول العربية تزور الأسد لإعادة العلاقات الودية لطبيعتها ولدعم الأسد بتثبيت السلام السوري وإعادة الأعمار وبعض هذه الدول حيشكل مفاجأة للجميع هنشوف في السعودية حدث مهم في المراحل القادمة هيكون حديث العلماء والعالم وده بسبب اكتشاف علمي أو اقتراع بيزهل العالم وهيكون أكبر اكتشاف يتوصله بتوصله دولة عربية وهيكون الاكتشاف ده تحت إشراف وتمويل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مما سيجعله حديث العالم والإعلام لهذا الإنجاز ومن أخطر توقعتها كمان للسودان شايفة بوادر بتشتعل في الشارع السوداني من جديد والمظاهرات تعود بقوة وموجة عارمة من الاحتجاجات تؤدي إلى تغيير كبير خلال المرحلة القادمة وشايفة كمان أن حكم العسكر عائد لا محالة للسودان وهدت خط السودان هذه الفوضى وتعود للأمن والأمان وإن الخطوة اللي جاية شبيهة بالله حصل في مصر لما تولى الجيش الحكم في الدولة شايفة ده حيحصل في السودان وبعد المظاهرات اللي حتحصل في السودان من دوقاتها أيضا شايفة الأنظار ومعاها الإعلام بيتجهوا لغواصة نووية في البحر بسبب حادث مؤسف سيجعل العالم يتأهب أمام حالات القلق والخوف والذعر بشرة سرى لمرض السرطان وكانت ليلة عبداللطيف اتكلمت كذا مرة عن اكتشاف دواء لعلاج السرطان وده بسبب اختراع طبي غير مسبوق لمحاربة المرض من جراء اختراعه وصناعة آلات صغيرة قد حبات الإسبرين حيجيبه آلات أو روبوتات صغيرة عشان تبقى سهلة البلع حيتم زراعتها في الجسم أو الأماكن المصابة وحتعمل هذه الآلات على محاربة البؤر السرطانية أينما كانت في جسم المريض وستمنع السرطان من التفشي في الجسم وأيضاً حتقضي عليه وتنهيه بشكل شبه نهائي وكمان حتقضي على مرض السرطان بنسبة 85% مع العلاق ومش بس نوع واحد من السرطان لكن أي نوع سرطان حيقدر هذا الدواء إنه يحربوا إن شاء الله قريباً جداً كمان من توقعات ليل عبداللطيف إنها بتتوقع إن عام 2022 و2023 سيحملين الكثير من القلق والخطر على العالم وده بسبب الحروب والثورات والفتن وأيضاً بسبب الأوبئة والفيروسات الجديدة وحنشهد أيضاً حرائق كبيرة وحسارات خاصية ولا تستبعت حروب بيولوجية كبيرة وخطيرة بسبب عودة العمليات الإرهابية اللي سوف تطال دول العالم لكن جيوش الدول هتكون ليهم بالمرصاد من توقعاتها الخطيرة أيضاً إن الفيروسات بتخترق أفريقيا والهند أكتر المناطق دي اللي هتتعرض للفيروسات كمان شايفة عودة مرض التيفود واللي كان موجود زمان وكان بسبب وفاة ناس كتير قالت إنه هيظهر تاني بشكل متحور وبشكل جديد برغم موجود علاج لي لكن هيأثر جداً على الناس خاصةً في الهند من أخطر توقعات ليلة عبداللطيف بها اللي حصلت وتحققت بالفعل والتوقع دي قالت فيه إن جلالة الملك المغربي محمد السادس بيتعرض لعارض صحي طارق وسيمر بسلام إن شاء الله وبالفعل سمعنا عن خبر مهم جداً في المواقع المغربية واللي نقلته موقع هيس بريس عن الطبيب الشخصي للملك محمد السادس واللي قال إن الملك أصيب بفيروس كورونا دون أعراض وإن الملك محمد السادس تلقى الجرعة الأولى من اللقاح بفيروس كورونا في 28 يناير 2021 وأشرف الملك حينها على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد العدوى المسببة لمرض كوفيد 19 ووصف الطبيب حالة الملك إنه تعرض للفيروس بدون أعراض وقال إن الملك هياخد فترة راحة لبضعة أيام حتى تعفيه من الإصابة بفيروس كورونا متابعينا بكتا أنكم وصلنا معاكم لناية حلقتنا النهاردة بشكر حضرتكم جدا على حسن المتابعة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك بالقناة وحنستنى تعليقاتكم وقراءكم ودمتم بكل الخير والحب والسعادة